قال الجيش الكوري الجنوبي بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخي باليستيين قصيري المدى قبلة ساحلها الشرقي في ساعة مبكرة من صباح اليوم وذلك في ثاني عملية إطلاق خلال يومين وأتاتي هذه العملية غدات إجراء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لمناورات جوية مشتركة قال خفروا السواحل الياباني عنها بأن المقذوفات قد سقطت خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان من جاتها حذرت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي من تحويل المحيط الهادي إلى ميدان رماية كيم يو جونغ حذرت من أن بلادها تراقب عن كثب تحركات واشنطن وسول لنشر المزيد من الأسلحة الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة متعاهدة بإجراءات مضادة وموازية بالإضافة لتكثيف إطلاق الصواريخ في المحيط الهادي وفي أول رد فعل كوريين جنوبيين على إطلاق بيونغ يانج لصواريخ باليستية أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية فرض عقوبات جديدة على أربع أفراد وخمس كينات لهم صلة ببرامج الأسلحة الكورية الشمالية استنكرت الصين بشدة اتهامها بالتدخل في الانتخابات الفيدرالية الأخيرة بكندا وفق تقارير لجهزة الاستخبارات الكندية واصفت المزاعم بأنها مجرد افتراء السلطات الصينية شارت إلى أن بكين كررت مرارا بأنها لم تتدخل قطف الانتخابات أو الشؤون الداخلية لكندا بأي شكل من الأشكال وأن مثل هذه الاتهامات يمكن أن تضر بالعلاقات بين البلدين عينت الصين مبعوثا خاصا لجزر المحيط الهادي حيث تتنافس مع الولايات المتحدة على النفوذ في المنطقة الخارجية الصينية قالت بأنه تم تعين تيانج بو سفير تيانج يو كسفير صيني لدى فيه جي كأول مبعوث خاص للحكومة لشؤون جزر المحيط الهادي معربة عن أملها في أن يتمكن من تعزيز التبادلات والتعاون بين الصين ودول الجزر المحيط الهادي والعمل على تعزيز تنمية شراكاتهم الأستراتيجية الشاملة استرقوا في قناة السرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة آخر التطورات والأحداث السياسية معي أنا هاني الحجازي